موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب وطلبات الصف الأول الإعدادي أهلا وسهلا بكم حلقة جديدة من حلقة برنامج كماس النهاردة بإذن الله هنأخذ لسن 1 من يونت 1 ودارس زا سيت أوف راشنال نامبرز نركز مع بعض في حلقة النهاردة ويلا نبدأ الدارس موسيقى 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 أول حاجة هنبدأ بها درس النهاردة هنعمل ريفيجن على سيتوف نامبرز اللي درسناها في السنين اللي فاتت كنا طبعا درسنا قبل كده السيتوف اود نامبرز ماشي اللي هي الأعداد الفردية بنرمز لها بسيمبل ذي الوان والسري فايف سيفن ناين ونبدأ بالوان وبنزود كل مرة عندنا كمان الـ بنرمز لها بسيمبل اللي هي زيرو تو فور سيكس ايت طبعا بنبدأ بالزيرو بنزود كل مرة عندنا معكا النتشل نامبر بنرمز لها بالسيمبل طبعا النتشل نامبر اللي هي كل الاعداد من اول زيرو وانت ايه وانت طالع اللي هي زيرو واكبر وان زيرو وان تو سري فور فايف سكس ان ايه بعد كده اخذنا اللي هي من الرمز لها بسيمبل بي اللي هي او اللي هي الاعداد اللي ملهاش غير ماشي طبعا السنة اللي فات كنا خدنا اخر حاجة اللي هي الانتجرز نامبرز اللي مرض لها بسيمبل زي اللي هي بتبدأ من الزيرو والنامبر اللي اكبر من الزيرو والله صغر من ايه من الزيرو فانلا عندنا هنا وان تو سري فور وهنا نيجاتف وان نيجاتف تو نيجاتف سري نيجاتف فور and so on دي set of numbers اللي درسناها قبل كده هنفتكر بعض الحاجات زي اما كنا بنحول من الميكسد ل الميكسد فراكشن الميكسد فراكشن الميكسد زي ما احنا عارفين اللي هو كان بتكون من وول نامبر and فراكشن طيب لما اجي احوله اول حاجة بنكتب الدينوميناتور زي ما هو وبعد كده نقول فور طايم فايف بلاس وان فور طايم فايف بلاس وان تبقى تويني وان اوبر اوبر فور طيب لما نيجي نحول من الميكسد اول حاجة برضه نكتب الدينوميناتور يباداش اثابت عندي وبعد كده اشوف تويني ايت ديفايد سري طبعا تويني ايت ما تنفعش سري فبنجيب اقرب نمبر اللي هي تبقى نين لان سري طايم نين وبتوني سفن وهيتبقى اوان يتكتب ايه فوق يبقى نين عند ايه انسرد يبقى منشوف سري طايم كام تديني توني ايت اقرب نمبر اللي هي نين بتوني سفن وتبقى اوان نكتب فوق بعكا عندنا التحويل من 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 طيب ده طيب ده نحاول يبقى لازم اول حاجة تبقى فعشان نخلي تبقى انا عملها يبقى نعمل فوق وتحت فتبقى ماشي طبعا كده بقت في صورة اقدر حاولها بسهولة وممكن نحاولها لدسمال برضو تبقى 0.64 او برشان تبقى 64 ايه برشان طيب لما نحاول من دسمال لفراكشن من دسمال لفراكشن بنشوف البوينت بعد كم رقم ونحط الزروهات تحت ونكتب النمبر فوق يعني هنا 50 نكتب 50 فوق وهنا البوينت تبقى كتب تحت 100 تمام طيب ننتقل بقى اللي اللي هو عن واندرس النهاردة ايه الراشنال نمبر سبنا ننزلها بسامبل q it is a number that can be expressed in the form of a over b where a and b are integers and b not equal 0. each of a and b are called the two terms of the rational a numbers. ليه a over b. تاني يعني ايه? الراشنال نمبر عبارة عن بيتكون من two numbers number four number تحت. ماشي? لازم النمبر اللي تحت not equal zero. دي طبعا عندنا الرلاشن اهي. q equal the set of x where x equal a over b. when a and b belong to z. طبعا عارفين زي اللي هي integers. و b not equal a zero. دي صور من numbers اللي تنفع belong to a rational numbers. يعني مثلا two zero negative one eight over two three over four وهكزا. طبعا هتقول لها مستر بس انت قلت اللي هنا هي fraction. قولك اه ما هتوني قدر نخليها fraction. اما نكتب مثلا two over one. تمام? اه نكتب four over two هتديني two. نكتب six over three هتديني two. يبا دي كلها تنفع تبقى ايه? تبقى racial numbers. طبعا اه اه zero negative one وهكزا. طبعا zero ما نفعش تقول لدفايت zero اللي احنا قلنا الدينوميناتور ما نفعش يبقى zero. وفي نفس الوقت ما فيش حاسمها دفايت zero. تبقى ايه? undefined. negative one eight over two three over four. طيب هنلاحظ ان ال natural number subset من ال integers و subset من الايه من irrational. يبقى ال natural number جزء من ال integers وال integers جزء من ايه? من irrational numbers. نجيب بعض الاسئلة على الدرس اول حاجة write the following numbers on the form of a over b. وجاب لي absolute value ل negative nine and third. طبعا ال absolute value عارفين النمبر بيخرج منه يبقى ايه? يبقى بوستف. لان ال absolute value ده معناها distance او مسافة. طبعا المسافة دايما بتبقى بالبوستف. فهنطلعها من ال absolute value تبقى nine and a and third. طيب هو عايزة ايه? اوفر بي بس مش عايزة ال nine دي. او ما احاولها من الصورة اللي هي فيها اللي هي ميكسد احاولها لام ايه? لامبروبر. فاكتب السري زي ما هي واقول سري طايم بلاس ايه بلاس ون تبقى توني ايت اوفر ايه سري. زيرو بوينت فورتي فايف. زيرو بوينت فورتي فايف. طبعا دي في صورة ممكن ارجحها الاول ايه? هي اصلا تبقى فراكشن على طول مش محتاجة. انا اقول فورتي فايف اوفر ايه? اوفر هندرد. لان فورتي فايف والنمبر كتبنا فوق والبوينت وبعد رقمين كتبنا هندرد تحت. يعني فورتي اوفر هندرد. نيجاتف زيرو بوينت زيرو ون. ماشي. طبعا هان الوان بعد البوينت بعد رقمين فاكتب الوان فوق وتحت هندرد ونحط اللي ايه? ونحط اللي هي النيجاتف. رايت زا فولنج نمبرز ان زا فورم اوف ديسمال نمبرز. اه. طبعا نكتب الارقام في صورة ديسمال. عندي طبعا عشان تبقى ديسمال يبقى الدي نوميناتور نخليه تن او هندرد او ساوزن دبعا كان نحول ديسمال عادي. هنا فايف عملها طايم تو فوق وطحت. فتبقى فور اوفر تن يعني زيرو بوينت ايه? فور. هنا نيجاتف سري اوفر ايت نطلعها من الابسولود فاليو الاول تبقى سري اوفر ايت. طبعا الات ما تنفعش طبعها هندرد. ماشي. فحولها لساوزند فنعملها طايم وون هندرد توني فايف. فتبقى سري هندرد سيفينتي فايف اوفر ساوزند يعني زيرو بوينت سري هندرد سيفينتي فايف. تقل لبعديها نيجاتف تو سيفن اوفر هنسيب النيجاتف تو زي ما هي عادي. ونحول ديت. التوني فايف تعمل طايم فور فوق وطحت. فتبقى ايت اوفر هندرد. ماشي. هو عايزة عادي يقول له تو بوينت تويني ايه تويني ايت. طبعا نحط النيجاتف. طبعا كنا ممكن نحاول دي بترية تانية. هقول له هندرد طايم تو بلاس توني ايت. وبعد كنا نرجع برضو نحولها لديسمل. اليفن اوفر تويني. التوني عشان تبقى هندرد. فنعمل لها طايم فايف. طبعا قلنا الطايم بتعمل فوقه تحت. فتبقى ففتي فايف وفور هندرد. ماشي. كده نحاولها ديسمل تبقى زيرو بوينت فايف. ننتقل لأسئلة كمان. رائد فولونج نامبرز انزا سيمبلست فورم. سيمبلست فورم اللي هي ابسط صورة يعني منصغرها. يعني منعمل لها دفايد. عندي ايت اوفر توالف اتعمل دفايد. اللي اتنين اتعمل دفايد كام? هم? شطار اتعمل دفايد فور. فتبقى تو اوفر سري. ننجة في توالف اوفر سيرت سكس. طبعا دي ممكن نعملها على مرتين. وممكن نعملها على مرة واحدة على الحزق ما انت عارف. يعني على مرة واحدة نعمل دفايد توالف. فتديني وان اوفر سري. ماشي? طيب لو مكنناش عارفين. فهنعمل ايه? هنعمل دفايد سكس الاول. بعدها نرجع نعمل دفايد ايه 2. ماشي? نيجي على 5 اوفر 25. نعملها دفايد 5 على طول. تبقى 1 اوفر 5. 12 اوفر 30. اللي اتنين يمفاود دفايد 2. ويمفاود دفايد 3. ويمفاود دفايد 6. يبقى نعمل اكبر حاجة لها دفايد ايه? 6. فتديني 2 اوفر 5. رايدs. saw the following numbers in the form of percent. conversant علينا نحول بورش знаете هاتة لكمامل. طبعا البرشنت اذي حاجة اساسية لازم الدونوماي توال تكون 100. في اول وحدة هنعمل 2 اوفر 5 فوق وتحت. فتبقى 45ỏile 100. WE will move Alright, because we'll19. هالحوول بورشنت 45 prediction. five over16. ما تنفعش تبقى تن ولا هندرد ولا حتى ساوزند. طبعا نعمل ايه؟ اقرب حاجة ليها تبقى تو ساوزند. فنعملها طايم وان هندرد توني فايف. فتتحول تبقى تو ساوزند. بعد كده ارجحها للساوزند بقى عادي او الهندرد زي ما انا عايز. ماشي? طبعا ممكن ارجحها ساوزند الاول. دفايد تو. فتبقى ثري هندرد تولف بوينت فايف اوفر ساوزند. بعد كده احاولها. اعملها دفايد تن. فوق بتاع. فتبقى ثيرتي وان بوينت توني فايف ايه؟ اوفر هندرد. بعد كده احاولها البرشنت عادي تبقى ثيرتي وان بوينت توني فايف برشنت. نيجع على السؤال اللي بعده طبعا نتعمل طايم ايت. تبقى نينتي سكس اوفر ساوزند. طبعا ممكن نحاولها بالصورة دي على طول. وممكن نحاولها الاول ايه؟ نخلي تحت هندرد. طبعا في اغلبكم بيعملها بالكالكوليتور. دي برضو عادي يعني. فنعمل دفايد الاول تن فوق تحت عشان تبقى نين بوينت سكس اوفر هندرد يبقى تحت هندرد اهو. خلاص اما حاولها عادي اتديني فايف هندرد نين بوينت ايه؟ بوينت سكس. نيجع على بعدها سري بوينت تو انا عايزها برشنت. فحاولها الاول لفراكشن يكون الدينوميناتور بتاعه ايه؟ هندرد صح؟ هي اصلا لما اجيك تبقى في صورة فراكشن هتبقى ايه؟ هتبقى ايه؟ هتبقى تن بس لان هنا البوينت بعد رقم مزبوط. سرتي تو اوفر تن. طبعا انا عايزها اوفر هندرد. فهامل تن فوقه تحت. خلاص؟ تبقى سري هندرد تويني اوفر ايه؟ اوفر هندرد يعني سري هندرد تويني برشنت. اه دي بعض الاسئلة على درس النهاردة هنلاقي فيه كزا صفحة نجايبها لكم همت ماشي؟ ودي صفحة كمان ودي بيج كمان. يا ريت نحل الاسئلة دي ولو لقينا اي مشكلة اه تتواصلوا معايا على هتلاقي فيه تحت الفيديو بازن الله. فيه لينك لجروب الواتساب ولينك لجروب الفيسبوك. ابعتولي عليهم اي اسئلة انتم مش عارفينها وانا بازن الله اتواصل معكم. وما تنسوش تابعونا على الاستجرام والتويتر. وطبعا ياريت تعملوا لايك الحلقة لو عجبتكم. وسبسكرايب لو كنتوا جداد معنا في القناة. وشير عشان اكتر عدم الناس تستفيد. وشوفكم الحلقة الجاي بازن الله من برنامجكم ماس فور فري. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة